أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الثلاثاء 14 آذار مارس طبعا القمر موجود في برج القوس هو الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة وحدة وثمانية واربعين دقيقة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة وبما أن القمر موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنها اليوم في زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية الإختران الإيجابية اللي بين الشمس وبين عطارد وهي طبعا تأثيراتها من يوم 14-3 ولغاية يوم 20-3 ذروتها يوم 17-3 في تمام الساعة 10 و44 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج وعادة لما بصير أي زاوية إيجابية بين الشمس وبين عطارد بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب بتعذر علينا فهمه بالسابق وبتزداد التوجه لا إجراء اتصالات بالفترة هاي وتنقلات سفريات ضرورية حوارات نقاشات والأمور اللي إلها علاقة بالتسويق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين نبتون وهي طبعا مستمر تأثيرها لغاية يوم 19-3 ذروتها يوم 15-3 بشكل عام هذا الاقتران بزيد من حساسيتنا حدثنا تعاطفنا مع الأشخاص وبيجعل أيضا اهتماماتنا تزيد بالأمور الروحانية والخوارق والإبداع وبيصعب علينا التركيز على المسؤوليات العادية أو تمييز بين الوهم والحقيقة وبتجعل البعض بعيش في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها حكينا لغاية يوم 23-3 ذروتها يوم 16-3 فهاي زاوية سبب بالتوتر والعدوانية اللي بصير حوالينا وبيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها هاي زاوية بتشير لفترة من التحدي والصراع والنشاط برضو وممكن انواجه مقاومة أو منافسة أو عداء من طرف آخر سواء كان من رئيسك بالعمل أو شريكك زوجتك زوجك عدوك وممكن تشعر بالغضب أو الإحباط أو التعب وبعض الأشخاص ممكن يحتاجوا لإظهار شجاعتهم وإصرارهم ومثابرتهم عشان ينجحوا من المهم أنو نستخدم طاقتنا بشكل إيجابي وبناء وأن نتجنب العنف والمخاطرة أو التسرع كما أني بنصح كل الجميع بينهم يحافظوا على هدوءهم وصبرهم وأنو تستمع لأراء الآخرين بإنفتاح واحترام أما دوليا فعادة في هذه الزوايا اللي زي هيك بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة أو احتجاجات أو عنف وبتدل على أنو حكومة ما ممكن تميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبرضو بتدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك اضطرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة برضو هاي لها تأثيراتها على الطبيعة بشكل كبير لأنه هاي الزاوية بتكون سبب أساسي في أمور لها علاقة بالزلازل أو الحرائق أو الانفجارات أو التقس المتقلب لأبعد الحدود ما في حل وسط يعني زي أمطار عنيفة أو برد قارس أو حار جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها لليوم آخر يوم لإلها فهي شوي بتخلي في جو عام من الود وبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة بتكون الحالة الصحية للناس بهذه الفترة جيدة وبتقل الأمراض وبيميل الناس أكثر للرفاهية والتسليف الأندية ومزولة الأنشطة الرياضية وهي فترة مناسبة لتنظيم المباريات والألعاب الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها ساعة تسعة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهي ذروتها ساعة تسعة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات العصر ولغاية ساعات صباح يوم الأربعة بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية بطيئة ذكرناها في الأيام الماضية هي بدأ تأثيرها يوم عشر ثلاث اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين نبتون طبعا هاي الزاوية مستمرة لغاية يوم تسعة وثلاث ذروتها اليوم الساعة 11 وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بينتبنا شعور بالتشتت وعدم التركيز بسبب هاي الزاوية بيصير عندنا انخفاض بالطاقة شك غيرة خداع فضائح بتزداد حالة التسمم الغذائي برضو ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا وممكن تشعر بالذنب ومنها من يتذكر إيذاء شخص في الماضي ويندم عليه الأشخاص اللي بيأخذوا الأدوية بدهم ينتبهوا لأنه بالفترة هاي ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة أما دوليا فهاي الزاوية بتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات غرق بعض السفن ناقلات البترول أو حرائق أو اضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة وبرضو بيكون من الصعب ملاحظة مصادر المشكلات أو مجابهة المخادعين يعني أي شيء له علاقة بالسوائل ممكن يصير في بعض المسائل الخطرة وأيضا تقلبات في أسعار النفط والمشتقات النفطية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم وليما لازم نعمل لها عمليات جراحية إلا إذا كانت اضطرارية جدا عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية هذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والأمور اللي إلها علاقة بالجراحة وإزالة الشعر الزائد بالليزر أو غيره وأيضا يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي بالصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي مما أن القمر موجود في برج القوس مهنا تقلو المسار القادم رح يبدأ يوم الأربعة 15-3 بيبدأ في تمام ساعة 8.49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام ساعة 12.05 دقائق ظهرا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر ويستقر في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 22 يوم في تمام ساعة 10.49 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج بيصير عمره 23 يوم نسبة الإضاءة بتصير 55% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 منتحسي بنسبة 15% الآن ولكن في ساعات الصباح بتصير منتحسي بنسبة 40% القمر في القوس حتى يوم 15-3 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 15% ساعات الصباح برجع منتحس بنسبة 10% وفي ساعات الظهر بترتفع نسبة النحوس إلى 40% لغاية ساعات المساء بتنخفض نسبة النحوس إلى 15% عطارد في الحوت حتى يوم 19-3 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الحمل حتى يوم 16-3 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% وأورانس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم يعتبر من الأيام المميزة لألكم اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة خصوصا أثناء التعامل مع الأجانب أو المراسلات وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم يعني برضو على المستوى العاطفي ممتاز جدا اليوم عندك حماسة عندك نشاط وممكن تنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر كنت بتنتظره هاي فترة نشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكونوا تخففوا من النفقات المتصاعدة طبعا أي أموال مشتركة يعني أموال معك شريك فيها إن كان زوج أو بنك ضريبة تأمين ميراث هاي هي الأمور اللي أنت رح تستفيد من خلالها أموال أهمش إنك تحسن أدائك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط حاذر المواقف المتصلبة حاول إنك ما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل الواجبات اليوم ممكن يكون فيه قلق على صحة أحد أفراد العائلة أو أمور مربكي بالنسبة للفوتير برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بدهم يعززوا شراكاتهم سواء في مجال العاطفي أو مجال العمل مصالحة مع الأزواج بداية شراكة جديدة أهم مش إنكم تتجنبوا الغضب والإنفعال وحاولوا وما تخلوا أي شخص إنه يستفزكم حاولوا تحموا سمعتكم من التشويه ما عليك إنك اليوم تركز في كل الأمور وتستشير أهل الإختصاص في كل أمر وبدك تتحامل على نفسك لأن القمر موجود مقابلك معناته طاقتك ضعيفة فبدك تنتبه من هاي المسألة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بدك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبدك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم حاولوا أنك تكونوا واضحين وخصوصاً في أولوياتكم ما تخلي أي شخص يثير انفعالاتك أو غضبك لأنه اليوم من المحتمل يكون فيه سوء تفاهم أو يصير سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الزملاء في العمل فعشان هيك بدك تضبط أعصابك ركز على الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل لأي عمل آخر ونظم وقتك بشكل جيد يعني التزاماً منك بالواجبات والمسؤوليات وحاول أنك تحترم المواعيد برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعاً اليوم الطاقة عندكم ممتازة جداً الحضوض بتدعمكم بشكل قوي جداً بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم فترتفع المانويات بدكوا تكونوا أكثر مرونة حاولوا اليوم تستغلوا الفرص لأنه اليوم ممكن تحققوا إنجاز يعني كنتوا لكم فترة حاولين أنكم تحققوا بتنتعش عندكم العواطف الجديد وتشتد الروابط متاني وثقة وخصوصاً للروابط العائلية مع الأبناء أو مع الأحبة طبعاً في كثير من الأشياء لها علاقة بالتجميل أو الحوايات هاي كلها راح تكون ممتازة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر عندكم شوي بعض الضغوط أو المتاعب لأن الأمور إلها علاقة بالبيت والعائلة فلابد إلا تظهر بعض الأمور اللي فيها سوء تفاهم حدث معين صحة أحد الأحبة تقلبات بالمزاج ممكن أعطال يعني الاهتمامات اللي إلها علاقة بالبيت أو استئجار بيت أو إيشي العلاقة بالسكن وتعتبر هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلة عشان هيك بدك تحاذر من الخلافات والمشاعر السلبية اللي ممكن أنها تعاكسك الظروف بسببها وتسبب لك نوع من أنواع الإرباق برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة بشكل كبير وبكون لكم اهتمام بالتكنولوجيا أو بالسيارات ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة عندكم قدرة على الإقناع عالي جدا وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران بناسبكم اليوم تكثيف التحركات ممكن تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة لأنه اليوم أنت متحدث لبق جدا وقدرة الإقناع زي ما حكينا عالي جدا وتعتبر هاي الفترة فترة إيجابية وفيها كثير أمور لصالحك برج العقرب بالنسبة لما ولد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي فالتركيز كله رح يكون على الوضع المالي كيف تحصل مكاسب دعم كيف تنجز بعض المشاريع ولكن ما في داعي للمغامرات المالية تنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا لرحلة جديدة حاولوا أنكم تحددوا أولوياتكم ميزانيتكم المالية ممكن اليوم بعدكم يتلقى هدية أو نوع من أنواع المساعدة بعدكم رح يبادر لاستثمار أو للتقديم على مغامرات مالية بدوا يراجع أهل الاقتصاص بهذا الموضوع وفي بعض المصريف المنزلية الطارئة برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اليوم القمر موجود عندكم معنى توثيقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بشكل عالي جدا بإمكانكم كنتبادروا لخطوة جديدة ادعى من مكانتكم الاجتماعية وبطوة ممكن اليوم هيكي يعني يجيك خبر كنت بتنتظره أو إشارة لأمر أو وعد مثلا يقطع إلك أو أمال لأمشروع جديد ممكن توعد فيه أنك تشتغل فيه فتعتبر هاي فترة فيها كثير من المزايا لصالحك وتعتبر فترة نشطة حماسية ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعا اليوم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد فما في داعي للمبالغة في إنجاز ما لديكم من أعمال متراكمة يعني حاول أنك تعمل بشكل روتيني أو الأعمال الروتينية والضرورية وما تتخذ أي قرارات حاسمة خلال هذا اليوم حاول أنك تستريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة والفارغة من الحضود خفف وطيرة عملك ما تحسم أي أمر ما تنجرف وراء أفكارك السودة وهواجسك شكوكك ظنونك هاي الأمور ابعد عنها تماما يعني بدك تضبطها عشان تمشي الأمور معك بشكل جيد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر موجود في بيت العلاقات الاجتماعية فعشان هيك اليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم لقاءاتكم الوضع الاجتماعي رح يكون مميز ومن خلاله ممكن تحصل على كثير من المكاسب منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شي إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة لأنه اليوم بأي مجال لأنه أنت اليوم بحاجة للنصيحة في لقاء في موعد دعوة حفلة زي ما حكينا أهم شي إنك ما تهمل واجباتك وكون منظم وكون دقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة ويعتبر هذا البيت يعني جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيعزز علاقاتكم مع المسؤولون عنكم بشكل جيد ولكن بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة يعني ما تغيبوا ما تغيبوا عن العمل ما تدخلوا بمواجهات ما تدخلوا بحدية أثناء التعامل مع المسؤولين عنكم اليوم لازم تغير على مصالحك لأنه هذا اليوم يعتبر يا إما أسوأ يا إما أنجح أيام الشهر هو وضع القمر في هذا البيت دائما بيكون ثقيل على الأعصاب والمعنويات أهم شي إنك ما تتذمر على مسمع من أحد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء